الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله رحمة الله للعالمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيتي الطاهرين وارض اللهم عن الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة تجديد وعي تصحيح مسار تقويم عوجاج اكتهاد لصناعة أمل فسيح ومستقبل شريف ولقاءنا اليوم يدور تحت عنوان اختلاف الأئمة سمة من سمات هذه الأمة بل إن اختلافهم باب من أبواب الرحمة ولا سيما في قضايا الفروع التي تتعدد وتتنوع وتختلف ظروف الزمان والمكان حين تطبيقها أقول أيها الكرام إن مما يميز هذه الأمة الخاتمة والتي تحمل شريعة سمحة ميسرة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر الله تعالى لا يكلف بها عبدا إلا إذا طاقها طاق التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذلك الله تعالى جعل من سماتها أنها متدرجة تنتقل بالإنسان من حالة الضعف إلى القوة رويدا رويدا وتأخذه من حالة المخالفة والمعصية إلى باب التوبة درجة درجة لا توجد شريعة وضعية على الأرض تضاهي أو تشبه هذه الشريعة الخاتمة التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغها في العالمين وقد صاغ أحد الشعراء هذا المعنى في قوله أرسلت يا خير الورى بشريعة غراء تجد رحمة ونعيمة وأنرت بالشرع المبين طريقنا وأنرت بالشرع القويم طريقنا فغدا طريقا بينا وقويمة يا من تحبون محمدا وسبيله صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صلي وسلم وبارك على نبي الرحمة وهادي الأمة أقول أيها الكرام أقول أيها الكرام ونحن نعيش في هذه الحلقة الأولى ونحن نبين أن اختلاف العلماء هو باب رحمة ذلكم لأن هناك حملة يحملها بعض المتغربين في بلاد المسلمين ويحملها أيضا من يكيدون للإسلام من المستشرقين في بلاد الغرب عندما يؤلف أحدهم كتابا يريد أن يبين بأن هذه الشريعة فيها اختلافات كثيرة وفيها تباين للآراء وأنها لا تصلح ليعيش بها إنسان العصر بما كان في السابق عند سلف الأمة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بل إن البعض يريد أن يحمل الناس على منهج جديد ويرفع أحدهم لواء صناعة وصياغة مذهب جديد يرفض التنوع الاكتهاد الذي قام به جلة كريمة طيبة من علماء الأمة الكرام من سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين في هذه الحلقة نريد أن نبين بأن هذه الأمة وما يوجد فيها من علماء كرام أهل اكتهاد وبحث ونظر إنما يرفعون لواء ما يسمى بالاستقلال المسؤول والإبداع المأصول الاستقلال المسؤول والإبداع المأصول هذه العبارة تحتاج إلى بعض بيان فهي أمة مستقلة لا تحمل فكر شرق أو غرب وإنما تحمل منهجا معصوما في ضوء القرآن والسنة سواء كان هذا الوحي بالمباشرة أي القرآن أو بالواسطة عن طريق النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة في مصادرها كذلك هو استقلال المسؤول بمعنى أنها لا تأخذ من ثقافات الآخرين ما يدمر عقيدتها أو يفسد عبادتها أو يسيء إلى قيامها وأخلاقها هذا هو المقصود كما قال علامة عصره في المغرب الدكتور طه عبد الرحمن يعني ابن رشد العصر ربنا بارك الله لنا في علمه وعمره قال هذه العبارة وهو يقصد أن علماء عصرنا ممن يتربعون على مقاعد البحث والنظر في المجامع الفقهية كمجمع البحوث الإسلامية كالمجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي كالمجمع الفقه لمنظمات الدول الإسلامية كالمجمع الفقه للإفتاء الأوروبي وهكذا فهناك علماء كبار اتسم هؤلاء العلماء في عصرنا وإن كانوا قلة لكن الواحد منهم بألف اتسموا بهذا الاستقلال المسؤول استقلوا في بحثهم وكانوا على قدر المسؤولية في مصادرهم فهناك مصدر رئيس وهو القرآن ثابت لا يتغير لا يتغير نقل إلينا بالتواتر وللأسف أنا أعجب ممن جلس على موائد الإعلام في شهر رمضان الماضي ندعو الله لنا ولجميع المسلمين القبول اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين آمين جلس في حلقة وهو تنتفخ أوداجه ويقول النص القرآن بين الثابت والمتغير هذه كلمة من ورائها سم هذه كلمة في ظهرها حق لكن في باطنها سم النص القرآن لا يقال له هذا النص القرآن ثابت ثابت لا يتغير نؤمن به عقيدة ونؤمن به شريعة ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه وإن وقف أمامنا أمر سألنا أهل البحث والنظر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أقول لأمثال هؤلاء لا تساعد المؤسسات المتغربة أو المؤسسات الغربية التي تريد تغيير الثقافة الإسلامية وتغيير الفكر الإسلام هناك مؤسسة تسمى مؤسسة راند هذه المؤسسة هدفها الرئيس تغيير العقل المسلم بدلا من أن يملك الثقة في منهج ربه هذا القرآن الذي جعله منهاج حياه وروح هذه الأمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالقرآن ثابت بنصه بحروفه بكلماته بآياته بكل ما فيه نقل إلينا بالتواطر لكن الأصل أن نقول دلالة القرآن الاكتهاد في دلالات القرآن بين الثابت والمتغير نعم إنما نقولها كلمة تريد أن تجعل الأمة في حيرة وزعزع الثقة في منهج ربها أقول لأمثال هؤلاء اتقوا الله في دينكم ولا تحققوا مراد أعدائكم ولا حول ولا قتئ إلا بالله إنما الأصل الحكم الشرعي بين الثابت والمتغير هذا الحكم هو استنباط من نص القرآن هذا الحكم هو منع المستنبط دلالة الآيات قد تكون دلالات قطعية كالآيات التي تتعلق بالعقيدة فهذا أمر ثابت لا يتغير ولا اختلاف فيه ولا اكتهاد فيه وإنما الاكتهاد في وسائل التوصيل في وسائل البيان أما قضايا الأحكام التشريعية فهناك أحكام ثابتة كالصلوات المفروضة كالزكاة المفروضة كالصيام المفروض كالحج المفروض هناك قيم أخلاقية ثابتة لا تتغير هناك أخلاق وقيم لا تتغير إنما قضايا التكاليف الفرعية هي التي نقول بأنها تدور في فلك الظنيات هناك آيات تحمل دلالة قطعية أي لا تحمل إلا معنى واحدا مباشرة وهناك آيات تحمل أكثر من معنى وسأضرب على سبيل المثال في آية دائما يرددها أهل الفتوى وأهل الفقه وأهل الدعوة قضية القرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ما المقصود بالقرأ بعض الآئمة الكرام الذين بنوا اجتهادهم في الأصل على اللغة العربية اعتبروه هو الطهر كالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال إن المقصود بمصطلح القرأ في الآية هو الطهر فللمرأة ثلاثة أطهار أما الأحناف بنوا الأمر على الحيضة قالوا المقصود بالقرأ هو الحيضة وهناك فريق ثالث وأنا ما أميل إليه هذا رأي الخاص المقصود بالقرأ هو المدة الزمنية التي تعتادها المرأة بناء على البيئة الجغرافية التي تعيشها فالمرأة في البلاد الحارة تزيد مدة حيضها ولذلك الأحناف أقاموا لهذه المدة اعتبار في العراق وقالوا بأن المرأة من الممكن أن تستمر مدة حيضها إلى ما يقارب الخمسة عشر يوما وبعضهم قال إلى العشرة أيام بناء على البلاد الحارة فمعروف بيولوجيا البلاد الحارة تؤثر على زيادة المدة بالنسبة إلى المرأة البلاد المعتدلة كمصر وبعض البلاد المعتدلة المرأة تحيض من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام كذلك هناك البلاد الباردة من السهل أن تحيض المرأة بقطرة أو يوم ولا تزيد المدة فوق ثلاثة أيام إذن أقول إن المقصود بالقرأ وهذا رأي ثالث قاله بعض العلماء المعاصرين بناء على الطبيعة البيولوجية للمرأة في ضوء البيئة الجغرافية والمناخية إذن العوامل الجوية والعوامل الصحية تؤثر على مدة الحيض لكن ليس هناك نص قاطع في تحديد المدة وإنما النص القاطع في أن المرأة إذا حاضت عليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام وعن قراءة القرآن تعبدا هذا ما قاله البعض أو أن تحمل القرآن هذا ما ورد في الحديث دع الصلاة أيام أقرائك هذا حديث صحيح لكن تحديد المدة خضع الاكتهاد العلماء وإذا ما اختلف العلماء في اكتهادهم فلا إنكار وهناك قاعدة فقهية حاكمة لا إنكار في المختلف فيه وإنما الإنكار في المتفق عليه حتى في قضية الإنكار في المتفق عليه العلماء اكتدوا من له حق الإنكار قالوا من له حق الإنكار باليد هو السلطان ولي الأمر أي القضاء في زماننا والذي له حق الإنكار باللسان هم العلماء أهل التخصص إذن نحن نتحاكم في المتفق عليه إلى القضاء وإلى السلطان وإلى ولي الأمر وإلى أهل العلم والتخصص لكن في قضايا في القضايا الفرعية الاختلافية والاكتهادية لا مكان للإنكار لا ينكر هذا على هذا إلا في حالة واحدة إذا تدخل الإمام برأيه فهناك قاعدة فقهية تقول رأي الإمام يرفع الخلاف بمعنى إذا اختلف العلماء إلى فريقين فريق يمنع وفريق يبيح فريق يجيز وفريق يمنع حينئذ إذا تدخل الإمام هنا برأيه فرأي الإمام يرفع الخلاف بين الفريقين ورأي الإمام يتبع وهنا يأتي السؤال من هو الإمام في عصرنا الإمام في عصرنا هو مجمع البحوث الإسلامية المجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي هم أئمة العلم فليس المقصود بالإمام كالسابق والإمام الأعظم الذي كان يحفظ القرآن وعنده علم بأصول الفقه وعنده دراية بالفقه حتى قالوا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو لم يكن خليفة لكان فقيها لو لم يكن خليفة للمسلمين لكان فقيه هذه الأمة لكن في زماننا تنوع الأمر هناك سلطة إدارية وهناك سلطة علمية السلطة العلمية هي التي نسميها الإمام الآن بمجمع البحوث الإسلامية إذا تدخل في الأمور المختلف فيها وقال قرارا وأمرا أصبح أمره رافع للخلاف ويتبع إذن إذا وجد الخلاف بلا تدخل من الإمام العلمي والسلطة العلمية لا إنكار لا ننكر على المانع ولا ننكر على المبيح وهو ما قاله علماؤنا الكرام رضوان الله عليهم في السابق قالوا كلاما رائعا قال يحيى بن سعيد ما برح أول الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه ولا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الخطير البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم ما دام الأمر فيه سعة وفيه اختلاف فالاختلاف يؤدي إلى السعة وإلى الرحمة ويقول ابن مفلح رحمه الله لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع قال هذا في كتابه الرائع الأداب الشرعية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة مسائل الاكتهاد من عمل فيها يقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر يعني إذا عمل في بعض المسائل بما يخالف البقية أو الرأي الآخر لا ينكر عليه ولا يهجر لا يؤدي هذا إلى الهجران ولا إلى تسفيه ولا إلى تبديعه فيقول مسائل الاكتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه هذا ما قاله رحمه الله الشاهد مما أقول أن علماءنا في نظرهم للقرآن الكريم عدوه مصدرا أولا من مصادر التشريع وهو معصوم في ثبوته ثابت ورد إلينا بالتواتر لكن القضية في منهج الاستنباط منه ما بين حكم قطعي وبين حكم ظني يحتمل أكثر من معنى وهنا يتدخل العلماء لذلك علماء عصرنا من أهل البحث والنظر ولسيما في المجامع الفقهية الاكتهادية التي ذكرتها سلفا يرفعون لواء الاستقلال المسؤول أنهم لا يعيشون تبعية عمياء لا للكبراء ولا تبعية عمياء للمتغربين ولا المفتونين بالغرب وإنما اتباعهم الأصيل إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لقول الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذا في تلقيهم وفي اعتمادهم على المصدر فهم يستقلون استقلالا مسؤولا هذا الاستقلال المسؤول جعل علماءنا من السلف عندما فتحوا مكتبات اليونان والفرس والروم أخذوا منها بعد ترجمتهم لها أخذوا منها ما يوافق ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة قوة فقد عاشوا مع ثقافات اليونان وفكر الفرس وقانون الروم أخذوا به في ضوء ميزان الانتقاء لا الاستقصاء أخذوا منه بمنهاج الانتقاء وكانوا ينظرون إليه بعين باصرة لا بعيون عمياء فالذي يحمل ثقافات الآخرين بعين عمياء فإنما يكون بمثابة حاطب لي قد تلدغه الحيات وقد تؤذيه الوحوش إنما العين الباصرة تنظر ما يتفق مع مراد الله في قرآنه ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقد انتقوا من ثقافات الآخرين صحيح حدثت زلات لبعضهم لكن اندثروا في قبور التاريخ لكن بقي المنهاج الناصع منهاج أهل السنة والجماعة أخذوا ما يوافق وتركوا ما يخالف وردوا عليه وفندوه كذلك عندما نقيس هذه الترجمات في السابق وترجمات الحاضر أقول لمن يترجمون عليكم أن تترجموا باستقلالية مسؤولة لا أن تنقلوا كل شيء عن الغرب عندما يتحدث أحدهم عن شريعة الإسلام يأخذ فكره عن شاخت أحد المفكرين المتغربين الذين كادوا للإسلام فيحمل كل شاردة وواردة ويأخذ كلام هؤلاء المستشرقين بعجره وبجره ويغفلون عن أن هناك ميزان القرآن وميزان السنة يجب أن نزن عليهم ما ننقله من ترجماتنا لثقافات المستشرقين أقول أيها الكرام الدليل على ذلك عندما تستمع إلى بعض المؤتمرات تجد أن أحد المسلمين إذا جلس على منصة المؤتمر وألقى بحثه كأنك تستمع إلى برنارد الويس كأنك تستمع إلى نيتشا كأنك تستمع إلى هؤلاء المستشرقين الأجانب ينتمي إلى ديننا لكنه يملك عقلهم أقول أيها الكرام لا بد أن نرفع لواء الاستقلال المسؤول لا نريد أن نعيش تبعية عمياء للغرب نرفض ما يخالف عقيدتنا ما يخالف قيمنا ما يخالف ديننا كذلك إن أراد علماؤنا الإبداع الإبداع والاكتهاد لصناعة مستقبل شريف ولعلاج واقع مرير عليهم أن يرفعوا لواء الإبداع المأصول معنى المأصول أي الذي له أصل في القرآن أصل في السنة أصل عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الصحب الكرام ماذا فعل هؤلاء الكرام رضوان الله ألم أجمعين كذلك علماء الأمة الكرام فنأخذ وننتقي من أقوالهم ومن اجتهاداتهم ما يناسب العصر ويعالج ظروف المصر ويصنع مستقبلا شريفا لذلك قلت في أول حلقة من برنامجنا هذا إن الهدف من ورائي هذا البرنامج هو إعادة العقلية المسلمة وترتيب أولوياتها بل نريد أن نصنع عقلا مسلما يفقه الشرع ويفهم واقعه ويعالج في إطار استنباط الحكم ما بين الشرع والواقع ما يعالج حاضره في ضوء مصره أي الوحدة الجغرافية التي يعيش فيها ويكتهد لصناعة أمل فسيح ومستقبل شريف لهذه الأمة أقول أيها الكرام إن علماءنا رضوان الله عليهم أجمعين عاشوا وهم يرفعون لواء التيسير حتى وجدنا واحدا من هؤلاء الكرام القاسم بن محمد الذي أخذ القراءة عن خلف قال لمن سأله عن قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية وهذا سؤال متكرر في كل الدنيا هل أقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام أم لا قال الشيخ رحمه الله أو رضي الله عنه القاسم بن محمد قال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى ولذلك قال سفيان الثوري إذا رأيت الرجل يعمل بعمل قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى هذا ما ورد في كتاب الفقيه والمتفقه الحديث عن أن اختلاف العلماء سمى حضارية من سمات هذه الأمة ذو شجون ولنا لقاء آخر إن شاء الله أسأل الله لي ولكم حسن الفهم وحسن السمع والإصغاء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي وأزواجهم مهات المؤمنين وأيل بيتي الطاهرين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته